موسيقى 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 السلام عليكم طالباتنا العزيزات رجعت لكم بمحاضرة جديدة من الوحدة الثالثة في علوم الاول متوسط عندنا الوحدة الثالثة بنات موضوع عندنا الوراثة والتطور راح ناخذ الفصل الاول هو مفهوم علم الوراثة عندنا بالدرس الاول نشأة علم الوراثة وكيف نشأ علم الوراثة وما هو علم الوراثة بنات عندنا علم الوراثة شنو هو هو احد فروع علم الاحياء بماذا يهتم يهتم بدراسة انتقال الصفات الوراثية من الابا الى الابناء من اسمه وراثة اي هي انتقال الصفات الوراثية من الابا الى الابناء هذا ما يعرف بعلم الوراثة وايضا بنات كيف نشأ علم الوراثة مر علم الوراثة بالعديد من المراحل علم الوراثة كانت له عدة مراحل عبر الزمن حتى وصل الى وين الى المرحلة المتقدمة اللي هس دنمر بها وعدنا هو من اكتشف علم الوراثة هو العالم النمساوي غريغور يوهان مندل عام 1884 و 1822 الذي كان لأبحاثه هو النتائج التي توصل إليها الدور الكبير في أرساء أسس علم الوراثة إذن من اكتشف علم الوراثة العالم غريغور يوهان مندل هو الذي اكتشف علم الوراثة أيضا ماذا يضم علم الوراثة بنات يضم علم الوراثة العديد من الفروع مثل علم الوراثة الجزائية وعلم وراثة الأحياء المجهرية الأحياء المجهرية التي لا ترى بالعين المجرد أيضا لها علم وراثة وعلم وراثة السكان اللي احنا علم الوراثة اللي خاص بالسكان وغيرها ايضا من الفروع هسه راح نجي بنات نتعرف على تجارب مندر وشنو اللي استخدمه مندر حتى يتوصل الى الاسس لعلم الوراثة درس مندر طبيعة الوراثة في النباتات لماذا اجيب لكم السؤال لماذا اختار نبات البازيلا لاجراء تجاربه ما هي الاسباب التي اختار بها مندر نبات البازيلا لتجاربه اعتكم بنات عدة اسباب اولا قصر دورة حياة هذا النبات انه هذا نبات البازيلا قصر دورة حياة تكون قصيرة المدة الزمنية يعني من زراعة البذور وحتى نضج اجتمار تكون صغيرة فلذلك هو اختاره النقطة الثانية يمكن زرعه في ظروف بيئية متنوعة يعني يمكن زرعه في البيئة الرطبة في البيئة الجافة في الامطار في حرة الصيف العفو فلذلك امكانية زراعته في ظروف بيئية متنوعة ثالثا احتوائه على العديد من الصفات التي يمكن ملاحظتها يعني عنده صفات كثيرة يمكن ملاحظتها بالعين المجردة وايضا بالمجهر ولذلك استخدمه العالم مندل لاجراء تجاربه ايضا عندنا بنات مصطلح الصفات الوراثية ما هي الصفات الوراثية؟ الصفات الوراثية بنات هي الصفات التي تنتقل من الاباء الى الابناء ومن جيل الى اخر من اسمها صفات وراثية مثل صفة الشكل صفة العين صفة الشعر كل هذه صفات وراثية تنتقل من الاباء الى الابناء وايضا من جيل الى اخر بنات اختار مندل سبعة صفات محددة في نبات البازلة اقولكم مثل السؤال ما هي الصفات السبعة المحددة في نبات البازلة التي اختارها مندل؟ يقولوني اولا شكل البذرة يعني تكون البذرة اما ملساة او مجعدة اولا شبه البذرة تكون ملساة او مجعدة اي يكون شكل البذرة ثانيا لون البذرة صفرة ام خضراء لتلاحظون بهذه الرسوم خليلكم بذرتيان لونها صفرة وخضراء هاي لون البذرة ثالثا شكل القرنة مسطحة ام متعرجة رابعا لون القرنة اصفر ام اخضر لون القرنة شبيه اصفر او اخضر خامسا لون الازهار شبيهها بيضاء او حمراء شوفوا لون الازهار هنا تكون بيضاء ام حمراء ستة موقع الازهار الازهار تكون موقعها اما طرفي او ابطيه سابعا طول الساق يكون قصير ام طاويل هذه هي الصفات التي اختارها مندل في نبات البازلة تعرفنا بنات على علم الوراثة وعرفنا الصفات الوراثية شنو وعرفنا شنو استخدم مندل في تجاربه وقلنا استخدم نبات البازلة راح نجي عندنا بعض او طريقة العفو اه طريقة اه وخطوات تلخيص تجربة مندل اللي حادثت في النباتات بناء التلخيصها شنية هي اولا ازالة حبوب اللقاح الخلايا الذكرية اي من الزهرة ذات اللون الاحمر وين ينقلها؟ ينقلها الى مدقة الاعضاء الانثوية للزهرة ذات اللون الابيض يعني عندها خلايا ذكرية او خلايا انثوية يعني زهرتين راح ينقل حبوب اللقاح من الخلايا الذكرية اللي هي من الزهرة ذات اللون الاحمر وين ينقلها؟ ينقلها الى مدقة الاعضاء الانثوية للزهرة ذات اللون الابيض هذه اول خطوة ثاني خطوة ينقل حبوب اللقاح من أزدية الزهرة البيضاء اللون إلى الزهرة ذات اللون الأحمر يعني ينقل أزدية هذه الزهرة ينقلها إلى الزهرة ذات اللون الأحمر وهذا يعرض بالإخصاب المتقاطع شنو الإخصاب المتقاطع؟ أقولكم سؤال ما المقصود بالإخصاب المتقاطع؟ اتقلوا لي هو اتحاد الخلايا التكاثرية الذكرية والأنثوية لنباتين منفصلين يعودان لنفس النوع هي شنو اتحاد الخلايا التكاثرية الذكرية والأنثوية لنباتين منفصلين يعودان لنفس النوع يعني شنو اخذنا زهرتين وحدة بيضاء وحدة حمراء أخذنا الخلايا الذكرية والأنثوية من هذين النباتين اللي هم نفس النوع وأجرينا الإخصاب المتقاطع عندنا بنا الثالث خطوة خطوات تجارب من دل هي تنمو المدقة الملقحة الناتجة من الخطوتين أعلى يعني بعد ما نقلنا الحبوب اللقاح رح تنمو المدقة الملقحة وين على البذور الناضجة رابعا تزرع البذور أين ورما لقحناها أين تزرع تزرع في التربة أوكي وبعد ما زرعناها بالتربة شنسمي هذا الجيل نسميه الجيل الأول يطلق عليه اسم الجيل الأول بعدها عاد من دل نفس الخطوات على هذه النباتات رجع وعاد نفس الخطوات لدرس التغيرات التي طارت عليها شنو اسماها سماها الجيل الثاني يعني احنا قلنا من زرعناها بالتربة شنسميناها الجيل الأول بعد ما اجي ودرسها مرة ثانية وشاف التغيرات العليهة ايش سماها سماها الجيل الثاني وهي انه يقومش كل مرة صفة لأحد الأبوين في احدى النباتات وتختفيش في نبات اخر يعني تظهر صفة في هذا النبات بس بالنبات الاخر تختفي فلذلك يكون هما جيلين الجيل الاول والجيل الثاني بعدها استنتج العالم من دل انه هناك عوامل داخلية شو سماها سماها العوامل الوراثية شو هاي العوامل الوراثية هي عوامل تكون مسؤولة عن ظهور الصفات المختلفة وهي ما تعرف اليوم بشنو بالجينات اللي احنا نعرفها انه هي الجينات الوراثية اللي موجودة بنا والتي تم اكتشافها بعد تجارب من دل بمدة طويلة اوكي اخر شي يستنتج من دل انه شنو توجد عوامل داخلية سماها سماها العوامل الوراثية اللي هي تكون مسؤولة عن شنو عن ظهور الصفات واللي هي تكون هسه شي سموها الجينات الوراثية بلات هسه خلصنا الدرس الاول اليوم مفهوم الوراثة عرفنا علم الوراثة شنو وعرفنا ايضا شنو الصفات الوراثية ايضا عرفنا ماذا استخدم من دل في تجاربه وما هو النبات الذي استخدمه هذا درسنا لهذا اليوم بنات وهس راح اشرح لكم الدرس الثاني اللي هي الكروموسومات ودورها في الوراثة اوكي بنات راح نجي نتعرف على الكروموسومات وشنو دورها في الوراثة بعد ما تعرفنا على علم الوراثة راح نجي نتعرف على الكروموسومات ما هي الكروموسومات اتقولولي هي عضيات خلوية ماذا تحمل؟ تحمل المادة الوراثية وتتكون من اجزاء اصغر هي شبيه عضيات خلوية شو تحمل بداخلها؟ تحمل المادة الوراثية ماذا تتكون؟ تتكون من اجزاء اصغر منها شو تسمى؟ تسمى الجينات اللي تعرفنا عليها بنهاية ذاك الدرس اللي تكون مسؤولة عن شنو؟ تكون مسؤولة عن انتقال الصفات الوراثية هاي الجينات تكون مسؤولة عن انتقال الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء اوكي بنات تعرفنا على الكروموسومات كيف يكون شكل الكروموسوم بنات يكون شكل الكروموسوم بشكل حرف X ومن يتكون من ذراعين يسمى كل ذراع بالكروموتايد الكروموسوم مو يكون X يعني بشكل X العفوف راح يتكون باعتبار ذراعين كل ذراع منه يعرف بالكروموتايد بعدين يرتبط هذه الكروموتايدين بيش مع بعضهما بواسطة تركيب مركزي شو يسمى؟ يسمى الجزء المركزي وتسمى نهاية طرفي كل كروموتايد بالجسم المركزي أو بالجسم الطرفي طيب هوني بنات على الشكل ثلاثة أربعة اللي هو تركيب الكروموسون نتلاحظون شكله شو مثل الأكس هذا الأكس واحد بينه يكون كروموتايد والثاني يكون كروموتايد الأجزاء ما نتهيش تكون تكون الجسم الطرفي وين يلتقون وماذا يرتبطون؟ ذلك الكروموتايدين يرتبطون بواسطة الجزء المركزي الكروموتايدين بماذا يرتبطون؟ يرتبطون بواسطة الجزء المركزي هسا تعرفنا على الكروموسومات وتعرفنا على شكله وماذا يتكون بنات هسا عدنا الخلية الجسم في جسم الإنسان كم عدد الكروموسومات التي تحتويها؟ نتقول تحتوي على 23 زوجين أي 46 كروموسوم مفرد هاي شنية؟ هاي الخلايا الجسمية في جسم الإنسان تحتوي على كم زوج من الكروموسومات؟ نتقول لولي تحتوي على 23 زوج 23 زوج معناها شنو؟ معناها 46 كروموسوم مفرد أوكي؟ وتكون أيضا الكروموسومات في الفراشات والفيلة تختلف عن الإنسان ولكن اللي يهمنا أنه هي تكون بجسم الإنسان كم هاي تحفظوا لي بس بجسم الإنسان؟ بالخلايا الجسمية أما الخلايا الجنسية اللي هي النطف والبيوض فتحتوي على زوج واحد فقط مسؤول عن تحديد الجنس يسمى كروموسوم X عند الإناث وكروموسوم Y عند الذكور يعني الخلايا الجنسية تحتوي على 23 كروموسوم فقط مفرد خلايا الجنسية أما الخلايا الجسمية لا تحتوي على 46 كروموسوم مفرد تعرفنا على كروموسومات بنات هسا راح نجي نتعرف على الجين وما هو الجين حرفنا احنا الكروموسوم مكون من جزئين قلنا كل منهما يسمى شنوب الكروموتايد ويرتبطون بواسط شنوب بواسط الجزء المركزي هسا راح نجي نتعرف الكروموتايد من مين يتكون؟ بنات الكروموتايد راح يتكون من جزئيات صغيرة تسمى الجينات أو الموروثات جزئيات صغيرة تسمى شنوب الجينات أو الموروثات واللي هيطلق عليها بالدي ان اي يحتوي كل كروموسوم ما يعادل 100 الف الى 60 الف جين يعني يحتوي على 100 الف الى 60 الف موروثة ويتكون الجين من شنو ايضا من جزئيات اصغر تسمى النيوكلوتاد ايضا يتكون الجين من جزئيات صغيرة تسمى شنو النيوكلوتيداد اوكي ولكل صفة من الصفات البراثية للكان الحي الزوج من الجينات اوكي كل صفة بينة براثية لها شنو لها زوج من الجينات شبيه هذا الزوج من الجينات تكون مسؤولة عن ظهور تلك الصفة او عدم ظهورها هذا الزوج من الجينات يكون مسؤول عن ظهور هذه الصفة الوراثية او عدم ظهورها هسه تعرفنا على الجين وتعرفنا اللي بتكون جزئيات اصغر منها تسمى النيوكلوتيداد هسه راح نتعرف بنات على الحامض النووي الوراثي الدي اي من شنو يتكون اللي هو الدي ان اي اللي هو الحامض النووي الوراثي اوكي اللي عن طريقه يتوارثون الابناء استفادهم من الابناء الاحماض النووية اول شي شنوع تكم تعريف الاحماض النووية بنات الاحماض النووية هي مركبات كيميائية تتكون من البروتينات توجد داخل وين خلايا الكائنات الحقيقة توجد داخل خلايانا من الأمثلة على هذه الأحماض النووية شنو؟ عندنا هو الحامض النووي الوراثي اللي هو DNA أوكي اللي هو ضروري لاستمرار الحياة وتنموها على سطح الأرض أجب لكم السؤال مما يتكون الـ DNA تقولوا ليتكون الـ DNA من سلسلة طويلة من الـ Nucleotidats يتكون من سلسلة طويلة من الـ Nucleotidats تكون ملتفة على نفسها مكونة ما يسمى بالحلزون الـ Nucleotidats هذي تكون ملتفة على نفسها شد شكلنا شكل يشبه الحلزون المزدوج أوكي هذه السلسلة طويلة بشنو ترتبط مع الـ Nucleotidats ترتبط بعضها بواسطة أواصر كيميائية هاقولكم السؤال ما هي الأواصر التي تربط سلسلة طويلة طويلة تقولولي أواصر كيميائية وأدنى أيضاً كل الـ Nucleotid يتكون من ثلاث مكونات السؤال ما هي المكونات الثلاث الأساسية التي يتكون منها الـ Nucleotidat تقولولي أولاً جزيئة سكر ثانياً مجموعة من جزيئات الفوسفات ثالثاً مركبات نيوتروجينية هاعدلكم يا السؤال شنو هاقولكم ما هي المكونات الأساسية التي يتكون كل الـ Nucleotidat منها تقولولي أولاً جزيئة سكر ثانياً مجموعة من جزيئات الفوسفات ثالثاً مركبات نيتروجينية بنات تعرفنا هس بهذا الدرس على الـ DNA والكروموسومات وعدنا الحام وظنوه والوراث اللي عرفنا شنو أهميته بخلايا جسم الإنسان بالدرس القادم إن شاء الله راح نحل أسئلة مراجعة الفصل الأول نحلها إن شاء الله وننتقل على الفصل الثاني اللي هو تطبيقات علم الوراثة يارب تكونوا قد فهمتوا علم الوراثة ودورة ونشأته والكروموسومات أيضاً عادتها بالخلايا الجنسية والخلايا الجسمية نلتقيكم بالدرس القادم إن شاء الله والسلام